من الحاجات الكتير من البنات اللي بيبقوا لسا متجاوزين لما بيتأخر عندهم موضوع الحمل بتقلقهم فكرة انه وانا مش هخلف طب انا بقى هروح للدكتور انا هعمل حقن مجهري انا هعمل اي حاجة لان لازم انا هموت وابقوم فبيخليين دايما هو فيه توقيت معين للمرأة المتزوجة تعمل فيها الحقن المجهري ولا هو فعلا بعد اول ستة شهر لو ما خلفتش او لو ما حملتش تروح على طول تعمل الحقن المجهري خلونا نعرف كل التفاصيل اللي هي علاقة بالموضودة للموضودة حتى لو عملنا فيه اكتر من حلقة مهم لانناس كتيرة جدا بتسأل نفس الاسئلة بساعدنا يكون معنا الاستاذ دكتور هشام الشاعر اهلا وسهلا يا دكتور نورك 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 من جد تحية لك يا دكتور ولكل المشاهدين اللجوء للحقن المجهري ايه التوقيت الصح يعني فيه توقيت صح للجميع ولا كل حالة لها ظروفها وتوقيتها الخاص بيها هو كل حالة طبعا لها توقيتها وظروفها بس احنا يعني زي ما الاستاذة مفيدة يعني صورت ان هو تأخر الحملة كم شهر هنروح نعمل الحان المجهري لا هو مش موضوع مش بسرعة دي خالص والحان المجهري هو في بعض الحالات بيكون حل اخير بعد محاولات علاج تأخر الانجاب وفي بعض حالات اخرى بيكون لا هو الحل الاول والاخير في علاج حلات تأخر الانجاب يعني بناء عليه حالك بتاخد القرار ان ده اخر حل وده اول حل اول حل بالضبط كده شيء مهم جدا 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 هو سن الزوجة ده عام الفارق جدا جدا في تقييم الخطة العلاجية للحالة من كام لكام ومن كام لكام الفاصل الزمني بالنسبة لنا هو 35 سنة ما عليش هو الرقم نسبيا قليل دلوقتي بس ده حقيقة الـ 35 سنة فارق جدا فيه خصوبة كل بنت وكل زوجة يعني 35 سنة ده السن المثالي لو البنت عايزة تعمل حالة اللي تحتيه فرص الحمل عالية ممكن ننتظر وناخد وقتنا وما تعملش حالة ميكاري على طول طالما الشروط التانية سليمة طالما الزوج سليم هي عندها حاجة المبايد قنوات فلوب الراحم كل ده سليم نقدر ننتظر لو هي تحت الـ 35 سنة لو فوق الـ 35 سنة لا احنا بناخد خطوات أسرع ميشيل أوباما مش بارك أوباما ميشيل أوباما مرات أوباما أنا نتكلم عن حاجة موجودة على الانترنت مش باشي أخر به ما لا حاجة يعني لما وصلت سنة 34 سنة وما حملتش هي عارفة هي عارفة المفهوم ده قررت انها تعمل أطفال أنابيب وعملته وأول مرة وحملت بس الحملة ما كملش كملت مرة تانية وثالتة وجابت بيهم البنوتين بتوحى اللي عايشين معها دلوقتي سن 35 سنة مهم جدا جدا يعني حراك شايف ان السن المثالي هو عند 35 لا لا فقط طب ايه نسب نجاح الحان المجاري نسب نجاح الحان المجاري متوقفة على السن تحت سنة 35 سنة لو هي حاجة اسمها مخزون المبيض يعني المبايدة عندها السليمة احنا بنتكلم في نسب نجاح ما تقلش عن 60 او 70 في المية تخيلوا حضراتكو ان كل عشر زوجات متأخيرات عندهم الحاملة تحت السنة 35 سنة وبيعملوا حان المجاري ستة او سبعة منهم ينجح من اول مرة ينجح من اول مرة دكتور امت تقول الحالة دي صعبة في الحان المجاري الحالة صعبة لما يبقى ايه المواصفات كمام خلينا نقسمها نقول الحان المجاري ده فيه جنين بتزرع في الرحم الجنين ده كأن بزرة والرحم ده كأن الأرض لما بحط بزرة في الأرض هو ده مفهوم الحان المجاري الجنين ده عبارة عن بويضة وحيوان منوي فلو فيه مشكلة عنيفة في البويضات لو فيه مشكلة عنيفة في الحيوانات المنوية لو فيه مشكلة عنيفة فيه الرحم دول الثلاث أضلاع المسلس بتوالحان المجهاري بويضة وحيوان منوي ورحم لو الثلاثة فيهم مشاكل عنيفة يبقى ساعتها بنقول إن حالات دي صعبة بس برضو حتى جزء من الحالات العنيفة دي الحمد لله بفضل العلم إيه؟ إيه الحالات العنيفة؟ تمام يعني أديني أمثلها تمام لما نقول مثلا بالنسبة للزوجة ضعف مخزون المبيض يعني إيه ضعف مخزون المبيض يعني عدد البيضات قليلة عدد البيضات قليلة للأسف إحنا بقينا نشوفه وإحنا الثلاثة وعشرين دروعة ده فيه بنات صغيرة بالضبط جدا عندهم الموضوع ده هما صغيرين في السن وعندهم نقص المخزون المبيض يعني ما كملوش الثلاثين سن ده حقيقة فعلا والناس دي ما بنستناش بقى لسن الخمسة وتلاثين سن البنات اللي هم المتزوجات اللي عندهم نقص مخزون المبيض دول بنسرع في إجراءات حملهم وبنسرع في إلحان الميجاري بالنسبة له الحالات دي من الحالات الصعبة دي بتبقى وراسهم؟ العامل الوراثي ليه دور بس فيه حالات مفيش فيها أي عوامل وراسية أو مكتسبة هي لوحدها كده حد في العيلة عنده الحكاية ده آه يعني حد في العيلة لكن مش عيب البنات بيعملون؟ مش البنات كلها بتوع العيلة أو بنات الأسرة كلهم عندهم ده أو فوق تغذية ما؟ ليه علاقة بس مش للدرجاتي مش للدرجاتي فعشان كده إحنا بننصح يعني البنات والسيدات اللي هم يعني عاوزين يتأخروا شوية في الجواز أو حتى في الحمل مهمة أولا أنهم يطمنوا على النقطة دي اللي هي مخزون المبيض بتاحهم هيعرفوه إزاي؟ هيعرفوه بأشعة بالصنار ويعملوه بتحليل واسم التحليل تلت حروف AMH يعملوه AMH لو التحليل ده طالع أكتب من واحدة واثنين من عشرة وعملوا الصنار في مكان متخصص وقالوا لهم أن المبايض قويسة يقدروا يأجلوا الجواز أو يأجل الحمل أي تاني غير الأعداد بتاعت المبايض؟ عدد البيضات ده ده في حد ذات وعد ده مهم جدا رقم اتنين الحيوانات المنوية نفسها الحيوانات المنوية أحياناً تبقى مش موجودة في الساد المنوي تبقى مش موجودة في الساد المنوي طب هل الراجل اللي هو ما عندهش حيوانات المنوية في الساد المنوي يقدر يخلف فأه عن طريق حاجة اسمها عينة ميكروسكوبية من الخصية العينة دي تنتوفة قد سن الإبرة كده بنقدر ندعبس وندور فيها على حيوانات منوية وإن شاء الله لو ربنا كرمنا ولاقينا حيوانات منوية نقدر نعمل بيها حاني ميكهاري ويخلفه لسه في حالة عندنا في المركز من أربعة أيام ولدناهم الراجل كان عنده كام حيوان منوية تتخيلوه حضراتك المفروض يكون بالملايين أقل حاجة 15 مليون عنده أربعة حيوانات منوية أربعة فقط لغير أربعة فقط لغير وست ما شاء الله وإدلت أن تتخليه ينجب الحمد لله بفضل الله ست ما شاء الله طلعت 15 بويضة أربعة بس هو طبعا هم اللي اتحقنوا عملوا جنينين كويسين اتزعوا في الراحل والحمد لله ربنا كرمهم وحملوا وحملت وستة لسه ولدهم يتهمين في الزوان يعني اتحقلوا حلم الأبوة بأربع بويضات بس بأربع حيوانات منوية بزبط كترة بزبط كترة طب هل الحقن المكاري بيقولوا أنه هو بيصلح العيوب الخلقية عند الجنين تمام ده حقيق؟ هو مش بالضبط بيصلح سيد سهير العيوب الخلقية هو بيشخص العيوب الخلقية يعني لو فيه عيب خلقي أو فيه عيب وراسي في العيلة داية العيب داوت احنا بناقدر نشخصه إذا كان موجود في الجنين ولا لأ لا تشخص نص العلاج أو أكثر من نص العلاج بالضبط الفكرة أن أنا عاوز أوصل لجنين قبل الحمل ما يحصل فيه وأتأكد أنه هو جنين سليم طبعاً هتأكد أنه هو جنين سليم إزاي قبل الحمل ما يحصل فيه لازم الجنين يكون في إيدي الجنين في إيدي يبقى دا عن طريق الحمل المكاري قبل ما يبقى في الرحم وهو في إيدي وهو موجود عندنا في المعمل بناخد منه العينات ونفحص الفحص الوراثي المطلوب عشان نشخص المشكلة دي العيلة دي عندها مشكلة وراسية ما يبقى دي لها تحليل وراسي معين بيختلف من مرض لمرض حضرتك وتتكرم على حالة كان عند حضرتك الحمد لله بأربعة حيوانات منوية قدرتوا أن المرأة أو الزوجة حامل في توائم هل ممكن هو لازم الحامل المكاري دا يعمل توائم؟ لا مش لازم خالص يعمل توائم وده سؤال على فكرة من السهله كتير وفي نهاية بتيجت تبع عوزة توائم أصلح بس في أغلب الأحيب تعمل توائم وبيعمل سبعة وستة بنشوف أرقام كبيرة كده في التوائم يعني ممكن الكلام دا كان زمان بس دلوقتي فيه حاجة اسمها بيرسولينايزد إمري ترانسفير يعني حاجة بيرسولينايزد يعني حاجة مخصصة حسب الحالة داية بمعنى أن إحنا لو الحالة صغيرة في السن والأجنة بتاعتها كويسة إحنا مش بنقل أكتر من جنينين وإحنا الجنين واحد عشان لو يحصل حمل يحصل حمل في حمل في واحد أو مكسوم اثنين لكن فكرة أن يحصل حمل في تلاتة واربعة ما بقتش موجودة آه يعني نقدر نتحكم فيها نقدر نتحكم فيها بعدد الأجنة المناسبة لكل حالة ودي نقطة مهمة خالص إن كل حالة ليه عدد أجنة مناسب نقدر نعرف به نسبة نجاح إن كل اللي ممكن يكونوا السيدات اللي بعملوا حق إن وجاري ويطلع لهم توقم هما بيبقوا عايزين التوقم والتريبلتس والليلة الكبيرة دا حقيقي فعلاً دا حقيقي فعلاً هو فيه ناس بتيبقى طالبة أنهما بيحصل حمل في أكتر من جنين فده يعني لو الحالة دي عارف لي أنا بسأل السؤال لأن في ناس كثير من ممكن يكونوا محرومين من هما يخلفوا خايفين يروحوا وعملوا حال ما يقاس إحنا مقدرتنا المعيشة بتاعتنا من دي شغال طفل واحد فقولهم لا هما يقدروا يروحوا يعبروا يقولوا الدكتور والله إحنا عايزين طفل واحد من شرطي بقت التوائم دا حقيقي فان وحتى كمان نوع الطفل لأن في عائلات بيكون عندها بنات وعاوزة ولد أو العكس عندها ولاد وعاوزة بنت فدي برضو نقدر إحنا نتحكم فيها إحنا مش اللي إحنا نخلي نوع الجنين ولد ولا بنت بس إحنا بنبحث الجنين قبل أن نزرعها في الرحم ولهم عاوزين جنين ولد يبقى الجنين الولد بتختار الجنين الولد زرع أو جنين البنت طيب هل العاملة حقن المجهري وهي بتتابع الحمل بتبقى بنفس مواصفات وشروط الحامل العادي ده مهم جدا جدا سلام من حضراتك وحضراتك لكل الناس اللي بيعملوا حقن المجهري الحمل بالحقن المجهري هو حمل عادي تماما تماما ما فيهوش أي فرق ما بينهو بين الحمل العادي تماما نستقفة ميره وتحركت يقع بالضبط أنا أقول حقيقة حاجة أو إحنا عندنا في مصر لسه المرسة قافية ده موجود وعشان كده حتى إحنا عندنا في المراكز في الحان المجهري في مصر عموما بنقول للزوجة استراحي ساعتين ثلاثة على الفكرة ده مش موجود بره في أوروبا وأمريكا الناس بتروح بتعمل الحان المجهري اللي زرع الأجنة عشرة ده بعدها بيقوا في الشارع بيتحركوا عادي وإذا حصل الحمل حمل طبيعي تماما زي وزي أي حمل ومش لازم حتى ودكتورها هو اللي تابعها ومش لازم بالضبط يعني المركز اللي عملت فيه الحان المجهري مش لازم هو اللي يتابع الحالة ممكن تتابع مع دكتورها العادي الدكتور أمراض النساء العادي وتولد معها عادي مفيش أي مشكلة حمل طبيعي تماما فيه ناس فاكرة أنها لازم تنام في السرير تزع شهور وما تتحركش ومتابعة ضقيق مفيش إيه اللي يخلي الحان المجهري ما ينجحش تمام هو أول حاجة الحان المجهري هو وسيل الحمل ربنا خال أهن عشان خاطر نزود بها من فرص الحمل مستحيل أنها تكون نسبة نجاح 100% لازم يكون فيه نسبة نجاح وفيه نسبة فشل تمام بس ما بيجيش من أول مرة ده مش شرط أنها تيجي من أول مرة يعني فيه حالات بتنجح من أول مرة وفيه حالات بتنجح من تاني مرة إحنا عندنا في المركز عندنا سياسة إحنا نقدر نقول الحالة أنت إن شاء الله إن شاء الله عندك فرص نجاح كويسة لو خذت معنا ثلاث تجارب لحان المجهري لو ربنا ما أرادش لو ربنا ما أرادش وحملتش في الثلاثة نقول لا إحنا عملنا ما في وسعينة عشان يحصل حمل وإحنا ما عندناش حل تاني هو أراد ربنا وكل شيء أراد ربنا بس هننتظر بقى إرادة ربنا تمام إيه الجسس لسه فيه جزء خافي من حالات من حالات فشل حان المجهري مش عارفين سببه إيه لحد دلوقتي يعني لسه أقول لحضرتك أحسن حالات حالة مجهة نسبة نجاحة 60 أو 70% يعني كل عشر حالات بيعملوا 6 أو 7 منهم بيحصل حمل طب بالتلاثة أولى أربعة تانيين ما حصلش حمل ليه إحنا رغم إن إحنا لسه بندور عن الأسباب بس برضو ما كشفناش كل الأسباب السكتور الجديد اللي جاي في الطب وفي العين من العشرة السنين اللي جايين أو حتى الخمسين اللي جايين هو المناعة المناعة يا أستاذ مفيدة إشمعنا الزوجة دي أو الرحم ده بيستقبل الجنين لكن الزوجة دي والرحم ده ما بيستقبلش الجنين يعني هنا مناعتها أقوى أفضل من الموضوع يعني ما نقدرش أقول بالبساطة دي يا أستاذ صغير لأن الموضوع ده متداخل فيه عوامل كتير قوي والخلايا المناعية أنواحها كتير جدا والأجسام المضطرة ضد الأجنة أنواحها كتير جدا ولازم كل واحد منهم يكون على نسب معينة ولازم يكون على قطن ببعضهم علاقة طبيعية تماما فالموضوع معقد جدا 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 إحنا عندنا في المراكزات الخصوصيبة بناخد خطوات لكده وعملين تخصص ده اسمه تخصص المناعة فيما يخص حالات فشل الحقن المجهري نحاول إحنا نرفع من نسبة النجاح والحمد لله في حالات نجحة بعد العلاج المناعي لكن برضو عمره ما يكون نجاح من نسبة 100% عمره ما يكون في المقез دكتور سؤال الترقيح الصناعي تمام أو الحقن المجهري مجدوا حول من كلم مختلفين أيوة أنا ما عايز عز أبقى إيه الفرق تمام إيه فرق ما بين الحقن المجهري والترقيح الصناعي تمام الترقيح الصناعي هو زي وزي الحمل العادي تماما نحن نقود عن السهل المنوي ونحطها جوه الرحم فقط لغير نحطها جوه الرحم السهل المنوي نحطه جوه الرحم مفروض حيث منوية تجري بقى تخصى بالبويضة والبويضة تعمل الجنين والجنين من نفسه يروح يتزرع في الرحم يبقى احنا ما عملاش اي شيء ده اسمه التلقيع ده التلقيع الصناعية ان احنا قربنا سكة شوية على الحيوانات المنوية عشان توصل للبويضات فقط لغير لكن في الحال المجال الموضوع مختلف تماما احنا اخذ البويضة بر الجسم واننا الحيوان المنوي السليم السليم شكلا من بره سليم يعني كده حداك شايف ان الحقن المجهاري احدث وافضل وافضل تطورا وامانا طبعا ونسب نجاحه اعلى احنا لو قلنا هنعمل ثلاث مرات تلقيع صناعي نسبة نجاحهم التلاتة على بعض نتكلم في 15-20% لكن لو عملنا مرة حقن مجهاري الحقن المجهاري نسبة نجاحه 60 او 70% وصد كده كتكلفة مادية الثلاث مرات تلقيع صناعي تكلفتهم بمرة حقن مجهاري عشان كده بنقول ان الحقن المجهاري هو السوبر هاند هو لي دلوقتي الأفر هاند على كل وسائل معنى كده ننسى فكرة تلقيع صناعي مش لكل الحالات مش لكل الحالات يعني ايه الحالات راح دايك تقول والله لا ده ليها تلقيع صناعي ده ليه حقن مجهاري تمام لو كان سن الزوجة تحت 35 سنة مش متجاوزين بقالهم كتير سنة ونصف سنتين نسبنا فترة زواجة كتيرها 3 سنين اللي تحت 3 سنين دي فترة زواج مش طويلة خالص وزوجها كويس عندها بس مشكلة بسيطة اني الحيوانات المنوية بتواجه صعوبة عشان توصل لتعدي من خطوة حاجة اسمها عنق الرحم وعشان توصل للبوايدات دي ان احنا بنساعد بها الحيوانات المنوية فقط ايه الفرق بين البوايدة السليمة والبوايدة الغير سليمة الفرق في البوايدة السليمة والبوايدة غير سليمة ده الفرق لو في وقت ان احنا نشوفه دلوقتي على الشاشة قدامنا فرق صورة لبوايضة سليمة شو وتشوف البوايضة غير سليمة لو احنا شايفين بتصورة دلوقتي آآ.. اسوبي لو.. إيهى بوايضة دائرية مدورة شكلها حلوة خالص إيه بوايضة سليمة نشوف بقى بوايضة تانية شوهي كيف الفرق ما بينهم الفرق في البوايضة ما بين السليمة و السليمة ده بيتحكم فيها عوامل كتير أهم عامل هو السن أهم عامل هو السن يبقى الصغيرة هي البوضات الحلوة اللي شفناها في الأول اللي هي تحت 35 اللي هي تحت سن 35 وكل ما زاد فوق 35 كل ما سوق البوضة بأبسر بس احنا بكشور في ناس يعني ربنا بيكرمنا في الحمل بسن الاربعين وفوق الاربعين كمان تمام صح من كامل يبقى حمل جيد وطفل كواس قوي حلو حلو بس دول من كامل يا سيد صغير يعني الحملت فوق الاربعين من كام واحدة فوق الاربعين حملت أكيد أعداده أقل أنا بقولش نوعا ما حصلتش حملة فوق الاربعين بس أكيد فرص الحمل بعد الاربعين بتقل برضو البوضة السليمة وغير سليمة زي ما حكنا وهي تعانها بياخد برضو مش موضوع السن وبس موضوع الهرمونات 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 اللي بتطلع من حاجة اسمها لغودة نخمية حاجة اسمها لغودة الكذرية دي بتتحكم في جودة البويضات عشان كده إحنا المفروض ما نعملش الحان المجاري إلا لما نطمن أنه الهرمونات بتاعة الزوجة دي سليمة 100% كل هرمون سليم وعلاقاتهم ببعضهم سليمة عارف حقيقة أستاذ مفيدة الهرمونات الغير سليمة اللي شفناها هدية لأنا بسميها بالبلد كده بويضة مششة كنت لسه أقول حالتك كده بويضة مششة ليه لأن الأساس العامل بويضة دي هي الهرمونات إحنا ما تأكدناش أن الهرمونات سليمة ما عملناش التحليل المناسبة والتحضير المناسب يبقى ده مهم أننا ما عملش حان المجاري على طول ما خشش المركز النهاردة بالضبط ما خشش المركز النهاردة أعمل الحان المجاري على طول كمان 4-5 أيام ما ينفعش فيه تحضيرات تحضيرات دي مهمة جدا ممكن تاخد شهرين ثلاثة بس على الألها تضمان لي نتيجة بالضبط أنا أعاوز أوصل لكده أوصل بويضة سليمة تبقى تعمل جنين سليم ترفع من نسبة النجاح نشكرك يا دكتور جدا على معلومات دي أهلا وسهلا بحضرتك مرتيني في ستاة نشكرا حضرتك شكرا نشكرا وحمد الله على السلامة ودنيا نورت بوجودك ويومكم زي الفل وأيامكم حلوة وبكرة يوم جديد إن شاء الله تحياتنا لحضراتكم ونشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة والستاة